تلقى الرئيس عبد الفتاح أسيسي تصالة الهاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين بحثا حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي مشيرين إلى خطورة غياب الأفق السياسية وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة كما أعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية